اهلا وسهلا فيكم يا سبايا على قناتنا فكرة وطبخة مع ام احمد كيف حالكم وان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية رح نعمل مع بعض ان شاء الله طبق حلو شرقي هو عبارة عن كنافة بالقشطة او بنحكي لها بين نارين رح نعملها بالفرون بطريقة بسيطة وسريعة وفعلا من اطيب الحلويات الشرقية اللي بتشبه الكنافة رح نعملها بعجينة الكنافة الخشنة اللي بتنجاب من محلات الحلويات زي ما انتو شايفين خلينا في البداية نبلش في تحضير القطر بالنسبة للقطر عنا كوبين من السكر بالاكواب المعيارية مع كوب وربع من الماء بنحركهم على البارد وبنرفعهم على النار مجرد ما تبلش تغلي وتدوب السكر تماما ونضيف عليهم عصرة من حامد الليمون وبنتركها تغلي دقيقتين وهيك بيكون جاهز طبعا انا رح استخدمه مغلي وهون ضفت له ملعقة صغيرة من ماء الزهر لانه انا رح استخدم النكهة فانا هون عززتها خلينا نحضر في البداية القشطة بالنسبة للقشطة عنا ثلاث اكواب من الحليب السائل الفراش لو ما عندك حليب سائل لكل كوب ماء ملعقتين من الحليب البودر هلا الكوب الرابع بضيف لكل كوب من الحليب ملعقتين من النشا يعني 6 ملاعق من النشا وملعقتين اضافي للكوب الرابع بدوب النشا مع الماء كثير منيح احد ما اتأكد انه ما تكتل وبضيفه على الحليب على البارد وبقلبهم كثير منيح وهون بضيف تقريبا ملعقة من ماء الزهر وملعقة صغيرة من الفانيلا البودر لو عندك برضو فانيلا سائل بتكون افضل بنرفعها على النار درجة حرارة متوسطة وبنقلب بصورة سريعة لحد ما يبلش يسمك القوام ويتشكل على شكل قشطة هلأ هون خفضنا الحرارة شوي لانه بلشت تكثف وتسمك وهيك بتصير عنا القشطة بصورتها النهائية جاهزة مجرد ما اشوف هاي الفقاعات بعرف انه هي هيك جاهزة هلأ هون انا رح اضيف عليها مكون بعزز نكهة القشطة اللي هي علبة من قشطة البوك او اي نوع انت بتفضلي نكهته طبعا بنكون احنا طفينا النار بنقلبها معها وبنخفق كثير منيح لحتى تتجهنس القشطة وهلأ بالنسبة لعجينة الكنافة متل ما حكينا تقريبا عنا 500 جرام اللي هي نس كيلو بنقسمها لقسمين لانه احنا بنعمل قاعدة في السنية اللي بنخفز فيها والجزء الثاني رح نضيفه على الوجه في البداية بحاول اني افصل العجينة عن بعضها وعندي نص كوب من السمن بالنسبة للسمن بتستخدم النباتي او الحيواني اي سمن انتو بتفضلوا واذا بتحب تضيفي هون سمن بلدي برضو معها بسير هلأ هون بحاول اني اقلب كل العجينة الكنافة في السمنة حتى تدخل فيها منيح بالنسبة لكمية السمنة اللي ضلت عنا طبعا احنا بنكون قسمناها لثلاث اجزاء اللي هو نص كوب هلأ النص الثاني بنا ندهن فيه الصينية كثير منيح بنا نغلفها بالسمن زي ما انتو شايفين يعني طبقة منيحة ببلش اوزع العجينة بنفس السماكة بنفس المستوى بكل اجزاء الصينية هلأ الصينية هاي اللي عندي انا قطرها 28 شوفوا كيف وزعتها بضغط عليها وابلش بعدين اوزع عليها القشطة اللي جهزناها وبنحاول نعملها طبقة منيحة يعني حتى تكون واضحة بين عجينة الكنافة مباشرة وهي ساخنة ممكن انزلها هلأ الجزء اللي ضل من السمنة اللي هو ثلث نص الكوب اللي عنا بضيفه على العجينة اللي ضلت وابلش اغلب فيها وجه لي كنافة حتى تعطيها غلاف مرتب وما تظهر منه القشطة اللي وزعناها يعني احنا همنا نحاول نغطي كل القشطة اللي حطيناها وبنفرد كثير منيح لنتأكد انه العجينة غطت كل القشطة تأكدوا من الجوانب انها توزعت بنفس المستوى هلأ باقي السمنة اللي ضلت عنا ممكن ارشها عليها بالنسبة للخبيز بحطها على الشبك من تحت مدة تقريبا عشر دقائق لتبلش اطرافها تحمل وهم بكون محضرة صنية على اساس اقلبها فيها لتكون من نفس الاشي شوفوا كيف اللون من تحت طبعا انا تركتها على التحمير مدة دقيقة واحدة هلأ هي ساخنة والقطر ساخن ببلش اشربها كل كمية القطر اللي حطيناها ولاحتوا اني بوزع على الاطراف لو نزلت على الاطراف كثير منيح افضل اقتلع عنا شكلها النهائي زي ما انتو شايفين انا لاني بقطع فيها وهي لسه يعني تقريبا صار لها ربع ساعة مفروض اني احطها في التلاجة وتبرد تطلع شكلها ارتب كمان صحة وعافية بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم اذا كنت ضيوف جداد ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو اهلا وسهلا فيكم صحة وعافية